السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نستر رضا البيومي من القناة انجليز اونلاين. اهلا بكم حبايبي. افطال الصف الثالث الاعدادي. في فيديو النهاردة بازن الله. هكمل معكم شرح يونت ون من الكتاب المعاصر. وهناخد النهاردة بازن الله الدرس الخامس والسادس. والكلام ده موجود معنا في اه بيج اه 56 56. هنبدأ كده الفيديو بقراءة الكلمات وبعد كده نشوف الدروسنا معنا. ولكن باقي كده عليك ضروري. لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وتعليق واشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس. نبدأ كده بقراءة الكلمات الاساسية. اول كده معنا اللي هي كلمة مجوهرات. جولري. 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 هنا ما بنبتاش الاي فقولها جولري. تاني. جولري. 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 يبقى دي معناها مجوهرات. بعد كده عندي اوان فخرية او الصناعات الفخر اسمها. بوتري. 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 سنتري. 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 ودي معناها قرن اللي هو بتبقى تحديدا فترة من مئة سنة. داخل المنزل بقون عليها اندورز. 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 لابا اندورز معناها داخل المنزل. تب خارج المنزل. اوتدورز. 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 لكن كلمة اكتراح. طيب بنقطعها على مقاطع الكلمة تيلة دي لانها من اتقل كلمات اللغة الانجليزية في النطق. يبقى بقولها اكتراح. نكمل. هكذا نشوف اللي هو بعد الكلمات الاسية. هنا بقول لي يعني فترة من الميت سنة. يبقى ده طبعا اللي هو اللي هو القرن. يعني معظم النساء وانطقها بيحب ارتداء معظم النساء مصنوع من الزهب يبقى ده على طول اللي هي المجاهرات. زيارة اسكندرية بدلا من الغرداء كان بالنسبة ايه بقى كانت عاوز يقول كان اكتراح والدي. يعني بعض القرى في سعيد مصر ما زالت مشهورة بصناعة ايه. وبيقول لي بالبقى اللي بعدها بيعملوا اواني رائعة جدا وجميلة. يبقى صناعة الفخار اللي هي نشوف كده الكلمات الخاصة بالدرس الخامس وقت اللي هي اول كلمة معانا ودي معناها يرد او يستجيب. عندنا بس معناها يوافق. لكن لما تيجي تقول يرفض يبقى بتقولها بتحطها بلاها دس طبعا اللي بتدي عكس المعنى يبقى كلها بعد كده عندنا بطريقة معزبة طبعا هنا الاو ما بتتنطيش او واضحة كده هي بعد كده يقترح اللي هي جاء من كلمة اكتراح ودي يقترح لكن يرتب arrange swimming pool describe 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 opinions 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 feelings ما تمتاش هنا القه يبقى لا feelings feelings final 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 decision decision هنا الاس اي او ان هنا بتتنطي جن زي كلمة television زي television يبقى لا decision decision بعد كده reply 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 ودي معناها رد او يرد نجي بعد كده الكلامات الخاصة بالدرس السادس الاورمان الاورمان وايلد 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 معناها بري او متوحش او مفترس يعني وايلد آآ تريب تريب ريفيو 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 بعد كده معنا آآ كلمة الخداوي وده طبعا كلقها بيطلق على حاكم مصر في الفترة من الفترات وبتتنطق كده كداي 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 بعد كده اونلاين 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 وده معناها متصل بالنت ready 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 invitation 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 وده معناها دعوة في كلمة تانية بنا طلبت ما بينها ما بين دي اسمها invention invention هكتبها هوة وده معناها اولاد اختراع invention يبقى invention يعني ايه؟ يعني اختراع invention لكن دي اسمها invitation invitation يعني دعوة نيجي بعد كده ليه الكلمات اللي ببيج آآ 57 57 و اول كلمة معنا اللي هي بطريقة صحيحة الكلمة دي اولاد لحد بس حرف الت بتتنطق ايه؟ correct 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 ما بننتقش الاو هنا او خلاص يبقى correct وده معناها صحيح هتحط لها الي تحزف ايه في النوت فهتقولها correctly 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 معناها بطريقة صحيحة easily easily اللي جاي من كلمة easy يبقى سهل easy easily بطريقة سهلة lovely 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 تدي نفس المعنى بتاع مثلا beautiful تدي مثلا معنى attractive طيب بعد كده nearby 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 invite invite وinvite دي الفعل من invitation invite gardener 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 طبعا garden دي الحضيقة لكن هتحطي لها er تبقى معناها بستاني او الجنيني gardener جدول التعريفات اول تعريف عندنا century بولي one hundred years يعني بيت عام indoors وهنا دي معناها داخل المبنى بولي inside a building لان كلمة inside معناها داخل يبقى inside a building pottery وال pottery قلنا صناعة الفخار او الاواني الفخارية فبقولي هنا ايه عبارة عن ايه pots plates cups etc that are اهم حاجة دي that are made of clay مصنوعة من الايه الطين او السلصال يبقى دا اللي هو الايه pottery طبعا pots معناها اواني plates يعني book cups يعني كؤوس بعد كده عندنا jewelry اللي هي معناها مجاهرات فبقولي هنا pretty things هي اشياء جميلة that people wear such as rings or necklaces يعني الناس بترتديها الحاجة الجميلة دي على سبيل المثال مثلا الخواتم او العقود العقود بعد كده عندنا تصريفات الى افعال الجير منتظمة ثلاث افعال بس اللي هو عندنا meet up meet up meet up meet up او meet up الماضي من meet مت وطبعا السلطات برضو مت يبقى meet up meet up bring brought brought bring brought brought break broke broken break broke broken وقلت لك بكده معلومة ان تصريفة تالت من الافعال ممكن استخدامه كصفة وبالتالي اقدر استخدم مسلا broken كصفة بمعنى مقصور الجدول اللي معنا بعد كده جدول اللي هي المتلازمات اللفظية وعندنا فعالين مهمين جدا اللي هو make do بيجي بعدهم حياة كتير او في اللغة الانجليزية فخلينا مسلا في make هنا بيجي معاه اه كلمة اه اه decision عشان اقولها make a decision يعني اتخذ ايه كرة make a decision بعد كده عندنا يقدم اقتراح make a suggestion يعني يقدم اقتراح make a suggestion suggestion بعد كده make a plan 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 بعد كده او make اي وجبة تانية عادي make lunch we make sure يعني اتأكد sure بالتاكيد لكن عاوزها فعل تحط قبلها make sure طيب الفعل اللي هو do 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 something do something لما اجا اقول لوحدي اعمل حاجة do something do sports do sports الكلمة هنا الاساسية اللي هي outside outside المراضب بتاعها outdoor عكسها inside or indoor معناها داخلي طبعا هنا اللي فيها end بيبقى داخلي لكن اللي فيها out معناها خارجي outdoors بيقول لي هنا اللي هي خارج المنزل فبتدي نفس المراضب بتاعها اللي هي outside تمام يعني عكس اللي فوق وبتالي المضاد هيبقى ايه بعد كده politely اللي هي معناها بشكل مؤدم هيبقى kindly or nicely دي المراضب عكسها بقى عكس polite عكسها impolite يعني غير مؤدم طبعا politely هتبقى impolitely remember هتبقى زي كلمة memorize برضو معناها يحفظ او يتذكر memorize لكن عندنا forget اللي معناها ينسى forget forget بعد كده عندنا agree يتفق او يوافق agree لكن المراضب بتاعها بيدي نفس المعنى اللي هي اكتفق accept accept we allow برضو تدي نفس المعنى allow بعد كده عندنا العكس بقى عكس agree disagree يرفض disagree او refuse refuse برضو معناها يرفض فتذكر الجدول ده عشان مهم جدا الجدول اللي معانا بعد كده اللي هو جدول prefixes خلينا كده في البادئة الاولى اللي معانا كده اللي هي اللي بحطها على اول كلمة عشان تدي عكس المعنى عامنا زي on كده فعندنا مثلا politely معناها مؤدب او بطريقة قصد مؤدبة لكن بطريقة غير مهزبة بنحط قبلها i am تبقى impolitely impolitely بعد كده عندنا اي ار انا اللي احنا هنخططها في الاخر اللي هي تبقى turn زي مسلا كلمة north نخططها معنا في الاخر north عشان تكون الصفة north اللي هو الشمال عاوزها شمالي يبقى northern northern لكن اللي الجنوب south جنوبي southern east اللي هو الشرق لكن eastern اللي هو شرقي west يعني غرب لكن western ده اللي هو غربي نشوف كده نشوف كده اول معلومة كده بقول خد بالك ان احنا عندنا حاجة اسمها وحاجة اسمها يعني الكلمة تيجي من غير الاس اولاد او بالاس خلاص من غير الاس او بالاس لو جات من غير الاس اللي هي اللي هي معناها داخل المكان او دور داخل خارج المبنى دي داخل المبنى ودي خارج مبنى لو جات كده من غير الاس فكده استخدامها كايه كصفة فبيكونوا جايين كصفة والصفة بيجي بعدها ايه بيجي بعدها اسم عشان هي توصفه فزي مثلا لما اقول لك ايه ماينفعش اقول بقى اندور واسكوت تمام ما لا هتقول بقى اندور دي اللي معناها داخل ديت جاي عشان توصف ايه كلمة سبورتس انها رياضات داخلية رياضات بتتلاعي بداخل مبنى ما بتتلاعيش في مكان مفتوح يعني في صالة مغطاة زي ما احنا بقول لكن اللي فيهم اس ما بيجيش بعدهم اسم خلاص ليه؟ لانهم اصلا زرف يعني اللي بيبقى فيهم اس دي بتبقى ايه جاي كزرف والزرف اللي بيجي بعد الفعل لكن ما بيوصفش الاسم وما بيجيش بعده اسم زي هنا مثلا فوتبول يعني كرة القدم تلعب بالايه بالخارج فهنا او الضرزة هي جاي عشان توصف الايه الفعل ماشي؟ بتوصف ايه الفعل هنا وفي نفس الوقت كمان يا ولاد ماشي جاي بعدها اسم خالص اوها لكن اللي فوق جاي بعدها اسم ده الافتلافي بقى اللي فهم اس ميجيش بعدهم اسم لكن اللي مفهمش الاس هم دول اللي بيجي بعدهم الايه الاسم نجي بعد كده لي الابن واللي احنا ممكن نستخدمها بمعنى يفتح او مفتوح يعني ممكن نستخدمها كفعل او كايه كصفة فهنا مسلا بقول لي ايه اه دي الاورمان جاردين اوبنز ات او ناين اي ام هنا جاي كفعل بمعنى يفتح لكن لما قولك شابس او يجولي اوبن يعني محلات في العادة بيكون مفتوحة يبقى هنا جايك ايه كصفة تل تولب ات نايت ان سامر حتى الساعة اتناشر ليلا في ايه الصيف الجدول اللي معنا بعد كده جدول التعبيرات وحروف الجر عندي اول حاجة اللي هي يرفض بشكل مؤدد بنقولها disagree politely disagree politely play a computer game play a computer game يلعب لعبت ايه على الكمبيوتر give an answer give an answer answer يبقى give an answer يعني يدي اجابة check work check work meet up meet up agree with agree with وطبعا لو انت هتقولها disagree مفيش مشكلة برضه هتقول لي ايه disagree with يعني يرفض او لا يتفق معا disagree with لكن agree on دي يوافق على يبقى دي يجي بعدها الشخص لما قلق i agree with you i agree with you يعني انا متفق معاك لكن لما قلق يعني انا متفق على موافق على i agree on مثلا انا موافق على الرحلة خلاص يبقى يجي بعدها شيء reply to دي معناه يرد على reply to بعد كده عندنا that sounds ما نطقش دي that sounds like a great idea that sounds like a great idea get married get married plant او plant تتنطق كده او كده a forest take a boat take a boat think about think about go on a ferry go on a ferry on the river for lunch for lunch thank you for arrange to arrange to at a nearby shop at a nearby shop نبدأ بقى كده في قراءة الدروس اللي معنا ونبدأ كده بدرس listening لعلى درس الخامس محادسة كده وحوار ما بين باسل وطاهر ودي محادسة مهمة جدا جدا عشان هيجي عليها سؤال الدالب فانا باسل بقول لطاري would you like to meet up tomorrow تحب نتقابل بكرة would you like to meet up tomorrow القلبة باسل او طاهر قلوي that would be great يبقى لو حد قالك السؤال ده هترد على الرد ده عشان بقولك ده هيجي في الدالبس اللي موجود عندنا في الأسلة يبقى that would be great سيكون هذا ايه امرا او شيء ايه رائعا وعظيما طيب بعد كده عمل ايه اكتراح ده طريقة اكتراحه وده برضا اولاد ايه اكتراح عشان نعرف بس ايه عندنا كم طريقة الاكتراح يبقى الطريقة الاولانية would you like to meet up والطريقة التانية اللي هي بتاعت ايه يبقى هل ممكن احنا نذهب الى المركز الرياضي قد الاكتراح تعال كده نشوف هنا باسل عجب الاكتراح ولا لأ لأ انا مش متأكد من موضوع ده يعني معنى كده هنا اولاد ايه مش موافق مش عجب الاكتراح تقول لك ايه انا جرحت رجلي او رجلي اتعورت متعورة لذلك انا مش هارة فالعب الرياضة في هذه اللحظة في الوقت الحال ده لا مش هارة فالعب يعني معنى كده شوف حاجة تاني فطار قال له ايه يا عزيزي وبعد كده ايه اكتراح اكتراح تاني يقول له هنا برضو ايه طب اراك نذهب للبارك يعني هل ممكن احنا نذهب للبارك قال له ايه ربما برضو مش موافق يبقى ديه هنا الرد العدم او اللي انت مثلا مش عجبك الاكتراح هتقول ايه او تقول له ايه حب وتكمل مايبي بط يعني مسافة بعيدة او مش يعني مسافة ايه او بعيدة مكان ده بعيد ايه انا بقى بفضل مكان يبقى داخل مبنى انت هتودينا الحضيقة دي المكان مفتوح لا اذا انا عاوز اروح مكان يكون في مكان ايه مقفول فطهر رجع قال له ايه او اوكي ايه رغف المتحل طريقة تانية لعمل الاكتراح ليه ايه طريقة وبيجي بعدها اسم او فعلا نجيه الكم ده هوضحه لك في الجاد والورا فرد قال له ايه برضو معناها ربما برضو تستخدم لعدم الموافق على الاكتراح يعني بتبقى برضو ايه مش عاجبك الاكتراح اول برضو فبتقول ايه ولكن ده بيبقى زحمة دايما في ايام السبت طيب طهر قال له ايه اوكي طب انت حابب تعملي بقى ماذا تود ان تفعل لان انا جبتلك كل الخيارات كده فبس قال له ايه اعتقد ان هو هيكون رائع ان احنا نشاهد لعبة ايه الكمبيوتر او نلعبها يعني فقال له ايه there is a new one which lets you practice your english في لعبة كده جديدة بتجعلك تمارس اللغة الانجليزة بتاعتك فالتاني قال له ايه that sounds like a great idea that sounds like a great idea ده الرد هو الوحيد اللي رد به واللي يبين ان هو موافق وعجبه الاكتراح that sounds like a great idea دي طريقة تانية برضو يا ولاد العمل الاكتراحي لما لا why don't you come to my house لما لا تأتي الى منزلي فالتاني قال له ايه برضو دي طريقة موافقة i'd love to i would do zalec thanks tar see you tomorrow شكنا الاطار اشوفك ايه بكرة فالكلام ده مهم جدا جدا ولكن هو متفسر كده بجدول وارا هنشوفه دلوقتي في الصفحة اللي بعدها في page 60 الصفحة الستين هنا الدرس ده على الدرس الخامس وبرضو حوار ما بين انجي ولينا ونفس الحوار برضو يعني اكتراحات وكده would you like to meet up tomorrow لينا تحب نتقابل بكرة يا لينا قالت لا that would be great انجي ده هيكون حاجة رائعة انجي shall we go to the museum هل ممكن احنا نزل بليه المتحف i'm not sure لا انا مش متأكد i think the museum's closed tomorrow اعتقد المتحف هيكون مولط ايه بكرة okay shall we go to the shops then طب هل ممكن نزل بمحلات قالت لا i'd prefer to go somewhere outside i'd prefer to go somewhere outside يعني اود او افضل ان اذهب لمكان بالخارج مش عاوز اروح محلات ولا مكان مقفول how about the park ايه رائك في الحديقة قالت لا i like the park but i think it would be nice اعتقد ان هو هيكون من الرائع to go on a ferry on the river ان احنا نذهب ايه نركب ايه عبارة كده ولا المعدية في النيل would you like to do that تحب يتفعل ذلك قالت لا yes i'd love to i would do ذلك why don't you why don't we meet by the bridge لما لا نجتمع او نتقابل بجوار البردج الكبرى تعالي كده نشوف بقى الجزء على الدرس السادس وده جزء مهم بالكلم على حديقة الارمان اللي هي بقولي visit الارمان garden زور حديقة الارمان اول حاجة كده بقولي learn about how could if اسماعيل asked a famous french gardener to plant a forest in the 19th century يعني بقولك كده تعلم هدينا ابقى في الدرس ده اولنا تعلم ازاي الخدوة بستاني فرنسي مشهور انه هو يزرع آآ غابة او حديقة يعني في القرن التسعة وشر find out how the الارمان garden became famous in 1910 يعني بقولك ايه اكتشف كده ليه الارمان الحديقة الارمان ليه اصبحت مشهورة في 1910 النقطة التالتة معنا بقولي هنا learn how the garden يعني اتعلم كده ازاي الحديقة protect many important plants and trees ازاي بتحمي كتير من الاشجار ونباتات المهمة بعد كده بقولك هنا see plants trees and flowers that grow nowhere else in Egypt دوكي ستريت جيزا يعني بقولك كمان اتعلم ان في الحديقة يعني ديت ان او شوف بنفسك كده ان الحديقة ديت ايه اه بيتنبو فيها اولاد زهور واشجار ونباتات لا تنمو في مكان اخر ايه لمصر مرتبطة بجدول زمن ثابت في المستقبل يبقى عبر بالمدرع البسيط and it takes about an hour to get there by car والرحلة بتصارج ساعة للوصول الى هناك بالعربية what time shall we come to get you يعني الوقت المناسي اللي احنا نيجي عشان ايه نخذك معنا ونحضرك يعني the online reviews are fantastic يعني المراجعات اللي هي على النت على الحديقة ممتازة جدا the garden is very big كبيرة الحديقة and there is loss to see العديد لإيه الرؤيته make sure to acade that you wear comfortable shoes تأكد ان تلبسي حزاء مريح عشان طبعا هتمشي كتير بعد كده بتقول لها I am sending you a map I am sending you a map of the garden انا عبعتلي خريطة كده للايه الحديقة you can see wild flowers and plants from all over the country يعني تقدر تشوفي كده ايه ورود ونباتات من جمال حقل ايه وطبعا the country معناه there is also a small lake ولك فيه يبقى بحيرة سهيرة and a museum ومتحف وبتقول لها what would you like to see first بتحب تشوفي ايه في الاول لما نروح we could bring some food with us ممكن نحضر معنا بعض الطعام or we could go to a nearby cafe for lunch او نذهب لكافترية كده مجاورة لتناول غداء what would you prefer ماذا التفضلين there is also a lovely shop كمان في محل ايه جميل جدا near the garden بجوار الحديقة that sells pottery and jewelry يمان بيبيع ايه المحل ده بيبيع ايه حاجات مصنوع من الفخار اواني فخارية وكذلك مجوهرات وبعد كيبت ساتردي اشوفك ايه يوم السابت وطبعا اللي بعت هنا مين نبص على الكويز اللي جاي على الكلام ده او النقطة كده بتقول لي هنا معنى ايه طبعا يتطلع الى معنى ايه معنى طبعا يأمل اللي هي معنىها بعيد جدا دي بيقول لي ممكن يكون عكس كلمة طبعا عكس ايه فدنا احنا كلمة في القطع وقلناها يعني بالتالي هنا عكسها دي معنىها بعيد لكن ده معنىها قريب او مجاور تحتها كده منير هنا بعت لحازم ايه ميل فبقول له هنا شكرا على ان انت طلبت مني ان انا اجا زور المحايرة اوده ان اذهب الى هناك انا اكون مستعدا عنده جهز الساعة سبعة صباح لذلك انت تقدر تيجي في اي وقت بعد كده وعشان تاخد يعني من بعد الساعة سبع ايام فبعد كده رد قال له ياس طبعا ياس دي رد على سؤال كان حازم ده بعته في الايميل فبقول له هنا ايه التجول حول البحيرة. I like walking in the country. انا بحب المشق في الريف. to answer to answer. عشان اجاوب. your question. عشان اجاوب على سؤال بتاعك. perhaps we should take a boat on the lake first. يعني ربما يجب ان احنا ناخد ايه نركب مركب كده في البداية في البحيرة. before it is too hot. قبل ما تجوه وما يكون حار جدا. بعد كده انا بقول لي. my mother is going to make me some lunch. يعني بقول لي ان امي سوف ايه تصنع ليا بعض الغداء كده. to take with us عشان ايه ناخده معانا. but she always makes lots. ولكنها دايما بتعمل لي كتير. بتعمل لي بقس ان اشاء كتير وكده. I'm sure. انا متأكد. there will be enough for us to share. انها ان هيكون في اه اكل يعني بشكل كافي. لان احنا ايه نتشاركو او نتقسمو. see you on Saturday. اشوفك يوم السابت وبقول له. you're some near. نكمل كده. الجزء اللي معانا في نفس البيج. تحت خالص بقول هنا. I am طارق. انا طارق. وبعد كده. and I live in a small village. وعايش في كاريس وغيار. on weekdays في الايام اللي هي بتاعت الاسبوع. there are two buses. a day to the near city. بيكون في اتوبسين كده لي اه يوميا كل يوم. الى المدينة الايه القريبة او الاقرب. the first bus اول اتوبس is at seven. ايام بيكون الساعة كان الساعة السابعة صباحا. and the second one leaves late in the afternoon. والتاني بيغادر اه متأخر كده بعد الضهر. تكملها بالي الكلام اللي بيقوله هنا في الصباح اللي بعدها بقول لي. my father doesn't take the early bus. يعني والدي ما بياخدش الاتوبس اللي هو المبكر. because it is very slow. لانه بطيء جدا. the traffic is always bad. in the mornings. الحركة المرور بيكون سيئة جدا في الصباح. الناس كلها بتبقى راح الشغل والمدارس. فبيبقى زحمة. at the weekend. في ربطة الاسبوع there is only one bus. بيكون في اتوبس واحد بس. which goes at a.m. بيمشي الساعة الا او بيسير يعني او بيتحرك الساعة ثمانية صباحا. there is not much traffic then. ما بيكونش فيه طبعا حركة مرور كتيرة ولا زحمة. so it arrives in the city at eight 30 a.m. بيوصل في خلال نص ساعة الساعة تمانية ونص الصباح. there is a market in the city at this time. بيكون في سوق في المدينة في هذا الوقت. so I often take this bus with my mother. بذلك انا غالبا ما بأخذ هذا الاتوبس مع والدتي. ده طبعا لتحت ده الاسئلة اللي على الدرسه ولكن انا احلها لك في فيديو منفصل عشان احل مع اسئلة الجرامر ولكن تعال بالاخر حاجة في فيديو النهاردة. الكلام اللي احنا هنشوف دلوقتي ده وده مهم جدا جدا جدا. ده هنا بنتعلم من خلال الجدول ده ازاي نعمل دعوة او اكتراح. وازاي هنرد على الاكتراح. زي ما احنا خدنا كده في محادثات الورا. عندك كم طريقة كده? عندك خمس طور الاكتراح. الطريقة الاولى اللي انت تقول وبعدها فعله في المصدر. زي ما هنا اجاب لي فعله في المصدر الوقت اللي هو ايه? فقال هنا ايه المسال? هل تود ان نتقابل غدا? احفظوا الطريقة دي كويس جدا. الطريقة التانية اللي اكتراح. وبيجي مع شال فعله في المصدر. زي ما هنا جاب فعله في المصدر اللي هو اجابه وقال لي ايه? هل ممكن احنا نذهب الى الحديقة? طيب الطريقة التالتة نمبر ثري. مستخدم هاو او وات. هاو باوت او وات باوت. ودول بيجي بعدهم حاجتين. يا اما تجيب بعدهم اسم حاجة. يا فعل في اي ان جي. زي هنا مثلا بقول لي ايه? what about the museum? او how about the museum? طب الطريقة التانية او الرابعة. why don't you? لم لا? ممكن استبدال you بوي. why don't we? لم لا? وبعدها فعله في المصدر. زي المسال دي كده. why don't you come to my house? لم لا تأتي الى منزلي. اللي بعد كده. هنا بقى مدينا ايه? هيكون من الايه الرائع واللطيف. بعدين الفعل في المصدر زي هنا. من الرائع واللطيف. نحنا هنلعب ايه? نلعب الكمبيوتر. انا عملت ايه الاقتراح. لو الاقتراح حاجبك هترد تقول لي ايه? او انت كويسة جدا للرد. طريقة برضو حلوة جدا للرد. والطريقة دي برضو جميلة جدا مستخدمة كتير. يعني دول اكتر طرق للرد في الموافقة. يبقى. ذات. وشتب الابسر بيصل اللي عندك في كتاب عشان دي خطأ مطبعا. يبقى. ذات would be great. it's a good idea. او that's a good idea. او yes. احفظهم كويس جدا. طيب لو انت مش عاجبك الاقتراح. هقول ليه يبقى. I am not sure. لسته متؤكدا. هقول ايه? I'd prefer. انا افضل. to go somewhere indoors. لو انا كنت مسلا باقتراح عليك افتراح. بازدهاب الى مكان آآ مفتوح زي حضيقة مسلا تقوم انت ردد عليها تقول ايه? I'd prefer to go somewhere indoors. او العكس. لو انا مسلا باقتراح عليك ان احنا نذهب الى مكان مقفول. يبقى انت تقول لي ايه? I'd prefer to go somewhere outdoors. يعني افضل ان انا ازب المكان في مكان مفتوح. تمام? فاحفظ الكام ده كويس جدا لان الده اللي هيساعدك في حل سؤال الديالوج. وكده بكون وصلت معاك في نهاية الفيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منهم. تدعمونا بقى يا جماعة ضروري جدا باللايك والتعليق والاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس. وكمان اعملنا شير لاسم قناتنا على الصفحات التعليمية والجروبات التعليمية على الفيسبوك. واشوفكم في القادم الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.